بعد أكثر من سنتين على التحرير عدن لم تتعافى بعد اعتقد أبناء محافظة عدن أنه بمجرد أن تلفظ المدينة آخر مسلح حوثي ستكون على موعد مع الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتوفر الخدمات لكن هذا كله لم يحدث فما هي الحكاية إذن؟ منذ أن تحررت عدن بدأت قوات التحالف في بسط نفوذها على المدينة ومؤخراً أصبحت الإمارات على وجه تحديده هي الحاكم الفعلي والوحيد لهذه المدينة إذ قامت بتشكيل حزام أمني وتشكيلات عسكرية خارج القانون وأحكمت قبضتها على الميناء والموارد الحيوية للعاصمة وبالتزامن مع كل ذلك سحبت البساطة من تحت الحكومة الشرعية وقوضت سلطتها على الأرض الناطق السابق للمقاومة علي الأحمد الذي يقيم خارج البلاد يخرج عن صمته ويقول إن المشكلة ليست في أن تصبح عدن مدينة آمنة لطارق صالح ومسلحه وصحفي الأسوأ من ذلك أن تصبح غير آمنة لقيادات المقاومة وخطباء المساجد وقيادات الحراك من أبناء عدن ويضيف كشفاً هذا الغموض هذه الحال العجيبة الغريبة في مدينة عدن تبين حقيقة ما يجري وكيف يمكن لك أن تحوز على الأمن والسلام أو تفقده بحسب رضا أو صخط الحاكم بأمره العميد محمد الحسان هو الحاكم بأمره في عدن بعد أن أخليت المدينة من رئيس الوزراء ومعظم وزراء الحكومة وقبلهم من الرئيس هذه نفسه فهل تكون عدن هي العاصمة الثانية التي تفقدها الشرعية؟ قبل أيام ناشد البنك المركزي قوات التحالف الإفراج عن شحنة سيولة نقدية كان التحالف قد منعها من الوصول إلى عدن واليوم يناشد مجموعة من التجاري الحاكم بأمره السماح لحاوياتهم بالوصول إلى عدن وتفريغ بضائعهم التجارية بعد ثلاث سنوات تظل خيبة الأمل هي العنوان الأبرز أمام الشارع العدني الذي تتقاذفه تقاطعات النفوذ وتعبث به أياد الإرهاب السياسي